مباراة القمة بين بطل الموسم الماضي والوداد الرياضي الرجاء والكوكب أبرز نقاط جد والأعمال المكتب الجميعي الترجي يستعين بطائرة خاصة لمواجهة الوداد الكوكب يقرر مقاضات أبرون أهلا بكم يحل فريق اتحاد طنجة بطل الموسم الماضي ضيفا على الوداد الرياضي بملعب الأبجيغو برسم الجولة التاسعة والعشرين من الدور الاحترافي لكرة القدم في مباراة بطعم خاص قد تكون فرصة الوداد للاقتراب أكثر من حسم اللقب الذي يفصله عن أربعة نقاط فقط ويدخل الوداد المباراة مكتمرة الصفوف لتحقيق فوز سيساهم في الرفع أكثر من معنويات لعبه قبل النهائية التاريخي أمام الترجي التونسية وكان فصيل الوينارز المساندة للوداد قد اصدر بلاغا حث فيها الجماهير على الحضور بكثفة لملعب الأبجيغو لتشجيع اللاعبين وحثهم على الضفر بنقاط المباراة يتضمن جدول أعمال اجتماع المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ثلاث نقاط أساسية سيتداول فيها أعضاء المكتب قبل اتخاذ قرارات رسمية بشأنها وحسب مصادر جامعية سيدرس المكتب المديري للجامعة الشكاية التي توصل بها من المغرب التطواني والتي طالب من خلالها بفتح تحقيق في نتيجة مباراة الكوكب المركوشي ضد يوسفية برشيدة كما سيناقش أعضاء الجامعة احتجاجات الرجاء بسبب البرمجة فيما تتعلق النقطة الثالثة باستعدادة المنتخب الوطني للمشاركة بكأس إفريقيا للأمم التي تستضيفها مصر في يونيو ويوليوز المقبلين راسل فريق الكوكب المركوشي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص التصريحات والتدوينات التي خرج بها منخرط المغرب التطواني أبرون والمتعلقة بمباراة الكوكب المركوشي ويوسفية برشيدة إذ قرر الفريق المركوشي رفع دعوة قضائية ضد المعني بالأمر لمساسه بالفريق وكان أبرون قد هاجم المكتب المسير الحالي للمغرب تطواني وحمل المدرب السابق بن حسين مسؤولية تسريح أبرز اللاعبين قبل أن يشكك في نتيجة مباراة الكوكب وبرشيد الأمر الذي دفع بالفريق المركوشي إلى اتخاذ قرار مقاضاته سيستعين فريق الترجي التونسي بطائرة خاصة قصد التوجه للمغرب عندما سيحل ضيفا على فريق الوذاد الرياضية برسم ذهاب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية المقرر إجراؤه في الرابع والعشرين من الشهر الجاري وارتبطا بالفريق التونسي فقد استعاد الأخير خدمات لعبي حمد الهوني وياسين الخنيسي إذ عاد اللاعبان لاستئنا في تداربهم الجماعية رفقة المجموعة بعد غياب ذام لثلاث أسابيع استعدادا لمواجهة ممثل كرة القدم الوطنية نهاية الموجز إلى اللقاء